أسترم عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة خليف هانا الزهد وأسماء جلل دايكم وطبع عشان يوصل لكم كل جديد من المعروف أن أسماء جلل خلال فترة قصيرة قدرت أنها تتصدر الترند وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وكمان تقوم ببعض الأعمال الفنية اللي كان لها مساحة جبترا فيها وكل ده طبعا حصل في فترة قياسية صغيرة جدا الجمهور من المعروف أنه هو اختلف على أداءها منهم اللي بيقيدوا ومنه اللي بيعرضوا وسط كل الضجة اللي عاملها أسماء جلل اتفاجئ الجمهور بأنها قفلت حسابها على الانستجرام وده في وقت عرض فيلم الفستين الأبيض وبعد أقل من 24 ساعة رجعت تاني حسابها وقالت إن كان فيه مشكلة تقنية لكن الجمهور كان بيتكلم إن المشكلة مش مشكلة تقنية ولا حاجة وإن ده بسبب التنمر اللي خدته بسبب فيلمها الجديد الفستين الأبيض اللي كانت ظهرة فيه درعيتها الاتنين مكشوفين ولابسة طرحة على رأسها وبعد ما أسماء جلل نجحت في مسلسلها رمضان اللي فات مع هشام ماجد بقت بديلة لهنا تزاهد في كتير من الأعمال اللي اتفاجئنا إنه هنا تزاهد كتا هتقوم بيها وبدلوها بأسماء جلل وده اللي خلى اسمهم ارتبط مع بعض الفترة اللي فاتت ومن الأعمال دي انغيب القط لأسر يسين وأيضا عمل مع محمد إمام باسم علام عيم وبكده ارتبط اسمهم الفترة اللي فاتت مع بعض بس ما فيش أي تصريحات قالوها لكن معروف إنها استبدلوها استبدلوا هنزاهد بأسماء جلل في كتير من الأعمال وكده نكون وصلنا نهاية الخبر والسلام عليكم ورحمة الله